للشرع الطاهر ميزاك كالذهم وفيه الأوساك هذا حلال هذا حرام والتقوى فيها البرهات والتقوى فيها البرهات بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك أرحم الراحمين لم يبق من شهر رمضان إلا أيام معدودات وهذا البرنامج اليوم 24 وبكرة في درس ويوم 26 ما في درس لأنه بيكون ليلة الأدر ويوم ختم القرآن كمان ما في درس ويوم 29 ما في درس لم يبقى إلا يعني درسين من هذه السلسلة الطيبة المباركة كتير خير كنت حملتونا طيلة شهر رمضان ولكن آمل أنه بعد شهر رمضان أن تتفرغوا تعدوا في بيوتكم طلعت مع أخف السيارة جامع لدروس كلها حاطتها على الفلاشة ويستمع إليها في ذهابه وإيابه وهذا هو وهذا هو المطلوب هذا حلال وهذا حرام هذه سلسلة بيّنت فيها أشياء يظنها الناس أنها أشياء عادية ولكن ورد نص بتحريمها حرام الناس من فكري أنه إيش يعني هذه الأمور هي بسيطة هي ليست ببسيطة ولكنها حرام هلأ اليوم سأحكي عن شغلة حرام وهي أذى الناس أذى الناس من المحرمات والأذى قد يكون بكلمه قد يكون بكتابه قد يكون بنظرة هذه أذية أذيته خاصة إذا كنت قريبا منه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينة أحكي لكم صور من صور الإيذاء وهذا من الحرام الآن إذا أنت بعت بيعة بعت ما تبيع قبل ما تفرغ بالطابو أي الطابو من أجل ما زلنا نتكلم بأشياء طابو طابو الكلمة ليست عربية ولكن أدرجوها في العامية يعني بالسند الرسمي في الدوائر العقارية المختصة إلى السماء سجلتها وأنت بعته قلت له تاني يوم أجيب قلت لك أنا والله يعني قلت لك في أسد ميت قلبي ولا غلبي رواه الشيطان أنا ما ليعرفهم شو ما تبيعه شو ما تقول له وروح وفوتوا محاكم خلص بقول له بعتك بعتك لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه البنت متى ما أرجيتوها للجماعة بس لين بدت الأمر أرجوها لغيره أرجوها لهذا وهذا وهذا ليس محريز آخر شي منرثة عليه الفضل بن عياض يقول لا يحل لك أن تؤذي كلبا بغير حق فكيف بك أن تؤذي مؤمنا سبحان الله داخل عن باتجاه البيت قبل المغرب الظاهر جاء باله أن يسقوا الزرعات مهم لا يكترث الإنسان بلبسك من فوق لتحت بس تعمل هيك هو عرفانين أنه عم يساوه الأمر المنهي عنه هذا إيذاء هذا إيذاء أي شيء هلا حكي يكون إيذاء بسيط هاي شغلة السيارات هلا مبارئ أنا حكيت أنه الواحد بده يجي إلى وين بده يوقف بين يدي الحق بألف آية بلا سيارتها كلها شوفوا الناس بره ألا بأوروبا السيارة اللي بيكون فيها خمس ركاب بيسمحوا لأنه تمشي على طريق معين وبسرعة أكتر من السرعة العادية ليش لأنه هذا يقل أشخاص أكتر هذا في موضوع خدني أكتر تعال سينا بركاب تاكسي ودول إليه حط عشرين ألف ليرة خمسة عشرين ألف ليرة وزا ميزور أصلا البانزين غالي ولا تجي تأذي الناس بارح أطلع هاد بالمستشفى هاد مسكر على المستشفى هاد مسكر كلهم دول جماعة مين الجامع هاد إيذاء هذا لا يجوز شرعا وهذا من المحرمات وانت عطلته وعطلت له إيش مصالحه طيب أيضا هلأ إذا أنت صرنا نحن لحد أنه كيف أذاك عن الناس هي لك صدقة ما بدنا منك تصلي وتصوم وتذكر الله لا 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 بس كيف ألاك عننا كيف ألاك عن الناس هلأ أنتم حاسين شي أنا حاسه في شي أنا حاسه صاير في بشر عند فرط نشاط يا لطيف بيشتغل عن ألف والله لو بيطلع بإيده يعني يعلقها وبدل هالمروحة ما بيقصير بيشتغل وهذا بيعمل له هيد بدري وفي ناس ما بيتحملوا وفي ناس هادئين هيك سلوكون هادئ ما بيتحمل ما تقوموا به ساعة بيمزاح ساعة مرة أخي مزح معه مزح برمضان أمامي ضبل له حزاء وطلع ذاك الأخ ويدور على حزاء حالته النفسية صارت معقدة هذا الأخ اللي اللي راح يزاء وعم يشوف أنه قديش حقه سكيني ممكن شاريه جايه ديه وكذا وهي وشون بيرجع لأهله بعد ربع ساعة قال له أمامزح معك هذا مو مزح هذا إيثاء واحد اتفق مع يعني ابن صاحب السيارة جاب المفتاح وأخذوا السيارة من على باب جامع وداك يدور وجاء لي أستاذ شو بدي يساوي قال له والله من أخبر الشرطة بس سمعوا شرطة ما شرطة قال له الهيئة تبعوا واحد نيسان برمضان هذا إيثاء بقى هدول عندهم فرط نشاط أو كان عندهم كبت في الطفولة وهل فتحيت هل فتحت معهم على أبي ذرين قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيلي قال قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها سمنا قال قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق سام ما ما عنده أمكانيات يعني تساوي له شغل بسطة كذا اشتغل عليها قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها لك صدق حق معهم لما قالوا له نقطنا بإيش بس كوتك بس لا تسمعنا أيضا كفوا الأذى كفوا الأذى هلأ أيام الواحد بيطلع بيده أنه يؤذي على فكرة احفظوها عني كل الناس كل الناس يعني تستطيع أن تكفى الأذى عن البشر بس ما حدا بينفعك لذلك كفوا أذى من بينفعك غير أبوك و أمك طبعا بعض رب العالمين وإنسان بيحبك حدا تذكرك بشي هدية بشي عطية أما لي بيأذيك قديش ألف ألف إنسان بيأذيك تطلعوا وراكن سيارتك بتلاقيها مضروبة بلم رأي بنفسي مين أتي معرفة لكن الله علم مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم غصن قال فأدخل الجنة الحديث في البخاري شو رأي يكون غصن ولي قبل المغرب بخمز دقائي أنا ما عاد عرفت ونبدي حط سيارتي قبل المغرب الله وكي لكم بروح خائف بدي انزل دقري أنا أصلي المغرب بجي بس دقيتين لأفطار بذل بقيم ساكرين عليها مين ما منعرف طب هذا شو الترتيب تابعه وين الملكات وين الشعور بالغير وين وين من لقي سبحان الله بلادنا يعني إجهة الأزمة وهي ونحن عايشين على القديم تبع البركة بلادنا لا كان فيها سيارات ولا هم يحزنون وين كان احنا بتلاقي بعدين الريف ساكن بالمدينة ويعني شغلتنا ما بنشبه حدا مرة زرت بلد فأبدي زور أخ بقى كل بناء إلى بواب وكذا ويقول له أنا قال لي حضرتك ضيف تقول له نعم ضيف قال هناك يعني يعني الضيف له مكان خاص يسمون زائر هلا هنا البناء لا في زائر بس إنه الواحد يسكر عليك طيب هيك بلادنا طيب ناخد تاكسي نزل على الجامع ناخد تاكسي أو بيتفقوا خمسة هلا بكرة ليلة القدر بعد بكرة ولا سيارة والباشا ما بينزل إلا وين فضيلته على باب الجامع عم يدور على قرنة بيقول لك والله دبرنا حالنا شو رت العاشر طيب قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين هذا حلال هذا حرام شوفوا بقى أخواني الكرام أخ اللي اشتريت بيت ومن الصبح هم شم ريحة فلافل شو لقيه فاتح تحت منه بياع فلافل في غير رمضان طبعا أجلو يا أخي أنا عمد أزة وأنا مالعفة أنه حضرتك أنه هون لذلك الواحد يبدأ يشتري بيت بدي يجيب الليل وبنهار وبوقت الذروة وبدي يشوف في فلافل ولا ما في الأخ لا عمل هاي المدخنة ولو هم يحزنون قالوا أنا والله من زمان أنا ما اضرر أنا أنا طول ما ليقعد عم شم ريحة الزيت وفلافل عود فوت بقى بمحاكم هذا أذى أذى بيأخذ السيجارة وبيزدها تعرف يمكن تساوي حريقة بيخلي ابنه أنه يرمي النينة العصير أو الكاسة هاي لو كنتوا بأوروبا بيخالفوك أبدا هنيك لما بيخالفوك بتخاف هون طب النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه لذلك المسلم من سلم المسلمون هون الحد الأدنى ما بدنا منك أحسان لا 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 خيل عندك تهديها أنا خيل خيل تبعا الكرام تهديها ولا مال فليسع في النطق إن لم يسع في الحال بس بس كف بلاك الله في أخي وخوانا الكرام أعيد الله عنده هاي البسكليت الكهرباء بيجي فيها عصالات الفجر من أرني يعني في وسط دمشق هون على باب الجامع ربطها ولكن عند اللايك هنيك يعني مشا ما يزعج لي جايين نشرين له ياها نشر نشر مو بالجريدة الرسمية بالمنشار قال لي والله انكسر بخاطري همع قال لي هلأ إذا بيجي هو الحرامي أنا بدفعله فيها خمس ملايين نداء للحرامي جيبه بخوض خمس ملايين الله يهديك شو بدك بالقصة شو بدك بالقصة نجي ستة شهور نحن عندنا مصف خاص لمركز قيم على باب الجامع بتشوفوه عندنا موظفين عندنا سبعين وثمانين موظف في سيارات ولا للضيوف في اللي بيجوا بمركز قيم جينا الصبح أم ملقينا البواري هاي الحديد كل بوري يعني مصانعته هديك الحزبة ضليت وراء القصة والكاميرات أم جبنا الحرامي تم التفاوض مهم إنه لو شو قال والله بعت البوري ب1500 تلو هذا مكلفنا 120 ألف البوري تلو تاخد 25 وتجيب لنا ياهو على قل بوري لك شو هاك لك شو عم يصير لك ليش هذا الأذى عم تنشرهم وتقيمهم وتتعب وكذا بشان تبيعهم بعشر خمسة عشر ألف ليرة ودولهم كلفين للجامع وللمركز مليون ليرة هذا مو أذى هذا أليس بإيذاء وهلوم جرة أيها الإخوة الكرام ارحموا بعضكم البعض لا تؤذي نملا تعرفوا النمل إن أردت كما لك فإن لها نفسا تحس كما كما لك أيضا إخواني الكرام أنهي بالقصة المعروفة مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الجار الذي كان يسيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن هداك النبي يتحملوا تحملوا مرة وعشرة وعشرين حتى إسلام لا تؤثوا لا جار ولا ببيوع فيها أذية للمسلمين سألني أخي كأنه عم يستورد شيء من الأدوية وكذا وهي وقال لي هي خالصة مدتها بس هو آل الدوة معه ستة شهور عم يلعبوا بله قال بيجوز قالوا بله ما بيجوز هناك أذلة للمسلمين هذا الذي يشرب ميت بقين من بقين مثل الذي يشربها من ساعة المرجع ساعة المرجع غير قابلة للشرب أريد شيء أصلي حتى يطيب الإنسان الله يطيب قلوبكم اليوم السبت اليوم 24 ليلة 25 الليلة ليلة وتر جدوا واشتهدوا اليوم 3 إلى 4 مبارح كانت ليلة من ليالي العمر من كان مبارح الله أكبر الجامع كله هناك أخ قال لي حسيت كأنه صلينا ركعتين بس قلت له صدقت الإحساس مثل إذا كان درجة الحرارة بل لك درجة الحرارة 16 الإحساس 21 الإحساس شيء آخر قال لي ما هو السبب قلت له الملائكة ما جلس قوم يتلون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وفي صدق وعشر الأواخر من رمضان ليلة وترية بكرة أو بعد بكرة طبعا بعد بكرة لن نصلي الترويح وحتى نغلق المسجد المسجد بيفتح الساعة 11 ساعة 11 بل الصلاة الترويح بشان يكون الواحد مرتاح جاي هيك ونايم له شوي أو مريح وهي سلامون هي حتى مطلع فجر قوموا إلى صلاة الترويح للشرع طاهر ميزا كذهم وفيه الأوساء هذا حلال هذا حرام والتقوى فيها البرهاء والتقوى فيها البرهاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة